نفى المركز الإعلامي المجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الألكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بايع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشأة الصحية وشدد المركز على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم